السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير من النشطاء ومن الدعاة ومن المعلقين علقوا على مشاركة المثير للجدل رشيد أيلل كعضو لتنصيقية المناصفة في الاقتراحات التي قدمت للجنة وهيئة تعديلات مدونة الأسرة ومن بين هؤلاء الناشط والفعل الجمعوي جلال عويطة حيث كتب في الموضوع كنت أظن أننا أمام نقاش قوي حضاري وعقلاني يضع مصلحة المملكة المغربية والأسرة المغربية على رأس أولوياته ويناقش ما يهددنا جميعا بالعلم والدراسات والإحصائيات والملتقيات والندوات وبالنخب العلمي الوطني المؤهل ويبني الحلول الفعالة لمشاكلنا برؤى ثابتة وبمناهج منضبطة وبالاعتماد على خبراء شرعيين وأنتروبولوجيين وغيرهم من ذوي التخصصات المتصلة بالمجتمع لكن أن يتم تصدير مثل هؤلاء للبت في القضايا المصيرية لا يمكن إلا أن نسميه ضعفا وهزيمة شنعاء للتيار الذي يريد الإجهاز على ما بقي من الشريعة في مدونة الأحوال الشخصية الجميع يعلم أن التعديل جاء في سياقات دولية معينة وأن علينا الاختيار بين المرجعية الأممية والمرجعية المغربية وأن هذا الاختيار يبنى على مجموعة من العوامل وأن التقديرات لا تتم جسافا وإنما تبعا لمعطيات أبرزها موقع المغرب داخل دول العالم ومع ذلك لا يجب التبرير للتعديلات خصوصا مع ما يعرفه العالم اليوم من بداية أفول المرجعية الغربية واندثار أسسها وهو ما جعل كثير من الدول كروسيا وغيرها تهاجم هذه المنظومة التي تستغلها الدول الغربية لفرض قيمها الخاصة خدمة لمصالحها الاقتصادية بدرجة أولى لكن أن تأتي بهؤلاء لتمرير التعديلات فهذا عبث بمستقبل الأسر المغربية وتحقير للقرار الذي تم تقديمه لأن الرجل ليس له في فن من الفنون أي اختصاص إنما هو شخص تلقف أفكارا أكل عليها دهر البحث وشرب ولفقها ونشرها بلغة سوقية صدم بها ضعيف المعرفة القضايا الكبرى مثل هذه التي نحن بصدد مناقشتها هي قضايا تحتاج إلى علماء الشريعة والاجتماع والفلسفة والسياسة والاقتصاد والطب وغيرهم ممن حاملوا أمانة العلم بكل اقتدار أما أن يفتح الباب بهذا الشكل لهؤلاء فهذا ليس إلا ضحكا على مجتمع كان وما زال رائدا في التمسك بدين الإسلام رائدا في تجديده منذ أول يوم دخلوا قبل زواء 13 قرنا دامت على المملكة المغربية الشريفة هويتها وكل ما ترونه سيمرر ويمر ويندثر كما اندثر قبل ذلك كل ما تم التخطيط له لفصل هذا المجتمع العظم عن هويته المهم أن يستمر العمل وكل من مكاني على تصيخ الهوية والتمكين لتمغربيت التي على رأسي الإسلام دين الدولة وأن تستمر الأسرة المغربية العريقة في أداء دورها التاريخي في ربط الأجيال المقبلة بدينها ربطا لا تستطيع المقررات الدراسية ولا البرامج الإعلامية ولا مثل هذه التعديلات ولا غيرها تفتيته أو المس به والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون